انطلقت بقرية يوليلا بمركز زاميت غمر في محافظة الدقاهلية قافلة ستر وعافية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعتبر قافلة ستر وعافية هي أول قافلة شاملة للتحالف الوطني الهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من جانبها أوضحت رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة سيمون ناصر أوضحت أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق بأبحاث ميدانية بتعاون مع مديرية تضامن الاجتماعي بالدقاهلية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية الخدمات المتكاملة التي ننزل بها لكل القرى والمراكز لخدمة أهلنا سواء في الجانب الطبي أو الجانب تقديم المساعدات الغذائية سواء من خلال منافذ أو من خلال ترق الأبواب عندنا جانب توعاوي خاص بالأطفال النهاردة من خلال صناع الحياة وعندنا معرض للملابس من خلال صناع الحياة ورسالة مشاركين فيه دورنا أن ننظم سير العمل داخل القافلة مع باقي المؤسسات علشان نقدر أن نحن نخلي المتطوعين دول يقدروا يشاركوا مع المستفدين نساعدوا المستفدين وأنه يتعلموا أنشطة مختلفة على اختلاف أعمارهم الموجودة داخل القافلة دفنا أن نحن نوحد القوة بتاعت التحالف كلها كل المؤسسات بنيتحد مع بعض أن نحن نوصل الخدمة لأهلنا في الكرة الأكثر فكرا في المحافظات التي تبع لنا شكرا